للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا في الستوديو دكتور أحمد حمدي خبير في الطاقة وعلوم الهندسة البيئية دكتور أحمد صباح الخير لألك وأهلا وسهلا فيك معنا كثير هي التجارب دكتور أحمد على السيارات التي تلقيادة مؤخرا وعدة شركات قامت بهذه التجارب يعني هل هناك مثلا أرقام محددة حسب خبرة حضرتك لنتائج هذا التقدم بعالم السيارات التي تلقيادة خلينا نقول أنها مرحلة جديدة للخروج من حيز المشاهدة والمتابعة والتحليل لدخول إلى مرحلة الابتكار والتجربة والتطبيق من هنا كانت النتائج لما بنتكلم على سيارات زكية تعمل بالإنترنت بدون قائد تعمل بالكهرباء في بداية الأمر قد يكون الموضوع يعني فانتازيا أو خيال علمي أو مئات الأسئلة لكن لما نقول أن بعد سنوات قليلة قد تصل سعر هذه السيارة لـ 1 على 10 من سعر السيارات الموجودة الآن يبقى هذا موضوع جيد جدا لما نقل الكميات الإمبعاثات الخارجة من السيارات خاصة أن عدم السيارات معادلة صعبة جدا عدم السيارات هو أول أكسيد الكربون وساني أكسيد الكربون وساني أكسيد الكابريت وأكسيد ديناتجيين والهادروكربونات وكل ما هو يسبب الاحتباس الحراري والإمطار الحمضية يعني تلوث الذي أدى إلى تغير مناخ ومن هنا وصلنا للزواهر الطبيعية الخطيرة والكوارث والنكبات والأزمات اللي قد لا يحمد عقباها وتصل إلى أبعد وأقرب من وقت التكنولوجيا والعلم في الأول قد يكون شيء صعب في مئات الأسئلة مئات التعقيدات لكن هناك حافظ للبحث هناك حافظ للتطوير الذي يصل بنا لتلك الهدف هي الإدارة كلما كانت الإدارة ذات وعي وعلى قدرة عالية لرؤية المستقبل هتستخدم ثلاث أساليب التخطيط الجيد والسيطرة لتنفيذ هذا التخطيط والتحفيز أننا أحفز المبتكرين والولماء والباحثين وأشوف أفكارهم وابتكراتهم مثل اللي يصير في دولة الإمارات نحن لاحظنا أولا الاتجاه كان بالدرجة الأولى لنشر السيارة التي تعمل على الكهرباء وليس على الديزل نشوف كثير سيارات كهربائية ولكن التوجه في موضوع السيارات ذاتية القيادة ربما صحيح كان في كثير أبحاث حول هذا الموضوع لكن يبقى التخوف من استعمال هذه السيارات وتطبيقها صحيح؟ كل شيء في الأول بيكون ليه نسبة أخطاء وبيكون ليه بعض التجارب ما درش أنفذ على أرض الواقع إلا بعض التجارب وكمان قد يكون سمن مرتفع لكن هكذا هي التكنولوجيا في الأول بيكون سمنها مرتفع بالتدريج بيصل سمنها لسعر بخصي جدا صحيح يعني نحن هلأ منلاحظ بالسيارات التي تعمل على الكهرباء يعني هي مرتفعة السعر مقارنة بالسيارات العادية ولكن مع ذلك في كثير ناس عم تستثمرها وعم يعني تفضلي أنه تستثمر أموالها في هذه السيارات فهل رح نشوف نفس التوجه بموضوع السيارات ذاتية القيادة؟ خلينا نحكي الموضوع من الأول إيه اللي بيحصل دلوقتي؟ والموضوع بقى مهم جدا وعازين نقول أن من سنوات عديدة بصراحة الإمارات طبقت كل ما هو حديث ونجح في العالم طبقت السبع طرق العظيمة للقدارة السيفتي رقم واحد الترينيج تدريب والوعي فكري ومفهوم الفايف اس اللي هو أن يكون كل شيء فيه أمن وأمان ومبهر وبالطبقا للمقاييس العالمية حتى آخر أبديت والانضباط الزادي طبقت التي كي ام أو الجودة الشاملة طبقت الصيانة لانتجاه الشاملة التي بي ام طبقت شيء مهم جدا اسمه السيك سيجما السيك سيجما ده علم بسيط وسهل لي مبادئ أن أشوف فين المشكلة أشوف نمازج نجحة أحلل النمازج نجحة ليه ومشكلة اللي أنا موجود فيها ليه وأعمل عملية تطوير وأصل لأهدافي كده أنا عملت كنترول ومن ثم السيك سيجما كل هذه الأشياء وصلتني لأن النهاردة الأمراض بتقود وبتدير العالم وبتجذب المستثمرين والمبتكرين لو عملنا فوكس على موضوع السيارة الموضوع ده مهم جدا لأن أنا عندي مشاكل بسبب الاحتباس الحري والبترول النهاردة مع الوقت استعماله بيقل وسعره بيقل الاعتماد على التكنولوجيا الخاصة بالنقل المستدام هي توجهات الاقتصاد الأخضر يعني دكتور ده مش كامل عم نتحدث عنه ده مش كامل للصناعة بالتكنولوجيا هلأ عم بيصير؟ بالضبط كان الفكر من سنوات طويلة على الاقتصاد الأخضر وده لست قطاعات معانية إحدى هما النقل المستدام أو النقل الذي يعمل بالكهرباء بدون ما يكون فيه أي تلوث وطبعا التقاط الجادة متجددة والتصميم المعمر البي ودارة المياه والأراضي والمخلفات ونفات منظومة كاملة متكملة الفوكس على قطاع النقل المستدام هو اللي وصلنا أن يكون فيه سيارة أو طيارة بدون قائد غير أنها بدون قائد كمان تعمل بالكهرباء ما تحتاجش وقود وفكرة كل المشاكل اللي هتقابلنا هيكون لها أفكار وحلول يعني مثلا إحنا قرينا للتعليقات سوا وفيه أكتر من كده كتير وانت اختارت يعني عينات بسيطة يعني هيتم شحنها إزاي هتشتغل كام ساعة ووصل لتفكيرنا فكرة الموبايل صحيح السيارة ممكن تشتغل وقت طويل جدا البطارية ممكن تشحن وتستكمل شحنها بالطاقة الشمسية صحيح مثل فكرة الموبايل يعني المثال حلو اللي حضرتك طرحته أنه أول شي بيكون يمكن البطارية ما بتضاين كتير بعدين بينزل تحديثات لهذا الشيء فنفس الشيء لموضوع السيارة يمكن كما أن السيارة هتكون تعمل بالإنترنت وده محتاج ضقة غير عادية طيب دكتور يعني هل يمكن أن نصل تقريبا بحدود عام 2040 إلى حضر بيع السيارات اللي يتعمل على الديزل مؤتمر المناخ الأخير في فرنسا 2016 حتى خطة أنه في 2040 يتم التقليل من استخدام التقاط القود العفوري المنزين والديزل والفحم وإلى آخره من انطقات اللي بتسببك التلاوس الأول وبعدين بدأ يحصل تدريج في الخطوات أنا النهاردة لما أقول على فكرة أنا أعمل خطة 2030 أو 20-22 لازم يبقى عند سيكوانس معين بعد سنتين هعمل إيه بعد ثلاث سنين هعمل إيه لحد ما أصل اللي أنا عايزه بنشوف مثلاً أن الرويج 40% من الناس اللي عايشة في الرويج بتستخدم سيارات بالكهرباء بنشوف أن السويد وألمانيا وأكتر من دولة أوروبية بدأت بالفعل تحط خطة في 20-19 و20-21 بالتدريج عشان أصل اللي حضرت بتقول عليه ده محتاج أطبق الكايزن اللي هو الفكرة التحسينات التدريجية المستمرة يعني أمشي على خطين متوازين ويستخدم أي تقنيات تقلل من التلاوس الخارج من العدم وأحاول أطبق بالتدريج النهاردة في أكتر من 200 واحدة شحن للسيارات فيه تحفيق سيارات اللي تعمل بالكهرباء فيه تحفيز للسيارات اللي تعمل بالكهرباء يعني ما فيهش تجديد لملكيتها مجاني الباركينج مجاني حاجات كتيرة للتحفيز في الوقت الحاضر هي فعلا غلي لكن فيه حملات كتير لتشجيع اقتناءها لتشجيع المكلاء والموردين اللي يجوا هنا صحيح ويمكن بعد كده في المستقبل يكون كل شيء يعمل بالكهرباء مما لا شك فيه إن ده هيأثر على قطاعات أخرى عشان نتكلم بصورة علمية للسيارات يعني الناس نهاردة بتروح تعمل ترينج عشان تاخد رخصة مش هيكون فيه اعتماد على الوقود الوقود هيبقى يروح في مكان تاني صحيح احنا بنستخدم حوالي 40% من الوقود اللي بتستخرجه بعض الدول التي تنتج النفط في المباني فخليني أقلل من الذي يستخدم في السيارات ويعمل انبعاثات وأستخدمه فيه قطاع آخر التكنولوجيا هي التي تقود المستقبل لكن نشيد بالإدارة في الأمارات وأعتقد أن الأمرات تقود في الوقت الحاضر الابتقرات وتحفظ الجميع أن يأتي ويعمل ويبزل قصرى جهده وفي النهائي نتائج ومساندات أو صبورت دكتور أحمد حمدي أنا أسمح لي أن أتشكرك كتير على هذه المعلومات التي أفدتنا فيها شكرا كتير لوجودك معنا أهلا بك أهلا بك ترجمة نانسي قنقر